ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصرها تابت وفرعها في السماء الحمد لله وكفى والصلاة السماء والسلام على النبي المصطفى على آله وصحبه وسلم السلم كتيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب الكرام اتقوا الله حق التقوى واعبدوه واشكروه الحمد لله الذي كتب النصر والتأييد لعباده المخلصين إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد اعلموا أيها الأحباب الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي في سبيل الله وهو بمكة فصبر وأمر الله بالهجرة إلى المدينة فأطاع وهاجر وكافح في سبيل تمكين العقيدة وتمكين نشر الدعوة الإسلامية وأيضه الله بقوة ونصره على أعدائه المشركين أيها الأحباب الكرام لم تكن الهجرة النبوية الشريفة طلبا للراحة ولا هربا من القفار والمشركين ولا خوفا على نفسه عليه الصلاة والسلام ولا تخليا عن الدعوة إلى الله تعالى بل ولكن كانت تنفيذا لأمر الله عز وجل حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن في حديثه النبي الشريف ما لي وللدنيا وما للدنيا لي إنما أنا كراكب استظل تحت تشجرة ثم راح وتركها رونق بخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية فمع مطلع شهري أو كل شهري محرم من كل عام يعيش المسلمون نسمات الهجرة السعيدة والتي أرخ بها المسلمون تاريخهم وربطوا بها مجدهم وكيانا وحاضرهم وماضيهم فقد كانت الهجرة النبوية الشريفة تحولا إيجابيا خطيرا في اندلاع الإسلام وانتشاره وانطلاقه من القيود والحواجز إلى بر الأمان والانتشار والتوسع أكتر فأكتر فالهجرة النبوية هي الحد الفاصل بين عهدين متباينين عهد الستر وعهد الجهر عهد الستر التي تميز بالاختفاء بالدعوة وعهد الجهر التي تميز عهد القوي بعد الهجرة والذي قوى ودوى فيه صوتها صوت الدعوة في جميع بقاع شبه الزتير العربية حيث استطاع المسلمون أن يعلنوا إسلامهم ويعبدوا ربهم حيث شاءوا ومتى شاءوا أن شاءوا وبهذا انطلق الإسلام من طور الدعوة إلى طور بناء الدولة إلى طور بناء الدولة فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله مضحي ما هو والمسلمون مضحين بأموالهم وأولادهم وأنفسهم طاركين كل شيء في مكة من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله بعد أن عانوا الويلات والتضييق والعذاب والتنكيل بكل أنواعه وأشكاله من طرف كفار قريش والمشركين فقد ضح المسلمون الأوائل بالمال بكل غال ونفيس ضحوا في سبيل عقيدتهم حتى أثنى عليهم ربهم في القرآن الكثير الكريم ثناء عاطرا وعته الدنيا واعتز به التاريخ وفتح أمامهم باب الخلود والمجد يقول تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون خرجوا هؤلاء لا لدنيا يصيبونها ولا لمال يحرسون على جمعه ولكن خرجوا ابتغاء فضلا من الله وردوانا لقد صدقوا مع الله حين آمنوا به وهوحدوه وصدقوا مع رسوله الكريم حين اتبعوه وأيدوه وصدقوا مع الحق حين اعتنقوه ونصروه لقد أرى الله سبحانه أن تتحول الدعوة من مكة إلى المدينة المنورة وذلك بغية انتشار هذا الدين الإسلامي والدعوة المحمدية إلى أوسع نطاق وأكبر من ذي قبل ثم ازداد عدد وافدين على هذا الدين الجديد وكثر سواد المسلمين مسلمون فصاروا يشكلون القوة الأساس قوة يحسب لها ألف حساب يقول تعالى في صورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة أروع ما في الوطنية والجهاد حين مغادرته مكة وطنه الأم مسلحا بالصبر والإيمان والصدق واليقين لأن الفرج يأتي بعد الكرب واليسر يأتي بعد العسر وبأن المنحة تكون في أعقاب وفي أعقاب المحنة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أيها الأحباب الكرام كانت الهجرة النبوية سبيل الفلاح كانت الهجرة النبوية طريق الفوز وفات حتى النصر وبشير الخير والبركة للأمة الإسلامية ككل حيث استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه بهذه الهجرة أن يجمعوا شمل المسلمين وأن يقووا وحدتهم ويجمعوا كلمتهم ويبينوا للعالم دولتهم حتى استقر أمر الإسلام وأمن أهلهم فبالأمس القريب كان هؤلاء لا يعرفون كانت الدولة المسلمون لا يعرفون ومع هذه الهجرة أصبحت الدولة الإسلامية لها باع طويل وأصبحوا متعارفين عند بقية من يقتن شبل ززيرة العربية ومتعارفون ويعرفون عند باقة الأمبراطوريات الأخرى أمبراطورية الفرس الشرق والأمبراطورية البيزنطية الرومانية في الشمال والغرب فما هي نتائج والخطوات التي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وما هي نتائج هذه الهجرة من أهم هذه النتائج التي جاءت بها الهجرة التكافل والاجتماعي بين المسلمين التآذر والتعاون بين الأنصار والمهاجرين المسلمون بين الأنصار المهازين في المدينة الأنصار فرقوا واقتسموا وقسموا كل شيء بينهم وبين إخوانهم المهاجرين والذين تبوأوا الضار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم كانت هناك تكافل وتعاون وتآذر والنقطة الثانية التي قام بالنبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد لماذا؟ لأن المسجد هي مؤسسة طربوية علمية مؤسسة دينية نقطة تجميع وتجمع المسلمين مكان استقبال الوفود الداخل إلى الإسلام مقر القضاء بين المسلمين مقر شورى وتشاور بين الرسول والمسلمين فيه المسجد له دور مهم ديني تربوي علمي قوة عسكرية هناك ثالث شيء وضع وثيقة بين المسلمين الذين يقتنون المدينة وبين فئات الأخرى غير المسلمة التي كانت تسكن المدينة من قبل وهم اليهود المنقسين إلى ثلاث فرق بين قينقاع وبن المضير وبن قريضة رابع شيء بناء السوق أنتم تعلمون بأن كان في المدينة السوق يمتلكه من؟ اليهود يسيطرون عليه اليهود فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني سوق لأن السوق هو العام الاقتصادي الذي يتحكم في أمور وشؤون الدولة وشؤون المدينة المنورة فقد عزب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون هذا السوق مركزاً اقتصادياً يقوم على العدل ويقوم على المساواة في إطار الدين الإسلامي على غير السوق الذي كان يمتهنون فيه اليهود تشارتهم لم تكن في هذا السوق الأول سوق اليهود لا صدق ولا أمانة وكان فيه الغش والاحتكار ثم هناك نقطة أخرى كانت بعد الهجرة من نتيج الهجرة ألا وهي إنشاء قوة عسكرية إسلامية فقد أسس الرسول صلى الله عليه وسلم جيشاً إسلامي يقاتل في سبيل الله يدافع عن المدينة ويدافع عن المسلمين أينما كانوا في المدينة أو خارج المدينة يحمي البلاد والعباد ويفتح الأمصار والأقطار ومن ذلك ثم انتشاره وبفضل هذا الجيش ثم انتشاره لإسلام بفضل الهجرة وزاد عدد الداخلين لإسلام فزاد بذلك زاد قوة المسلمين وزاد سواد المسلمين وانتصر الحق على الباطل وعالت كلمة الله على كلمة القفر مما أتاح للمسلمين العيش والتعايش في أمن وأمان واستقران ورخاء تحت راية لا إله إلا الله وتحت راية الإسلام وتوحد بذلك العرب في شبه الززيرة العربية حتى أصبحوا قوة تخشاها الأمم الكبرى يقول تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغ من الكثير وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجر على الله لا هجرة بعد الفتح ومن فضل الله على عبادي أن فتح لهم بعد فتح مكة باب هجرة دائمة إليه لا يستأثر بها زمان ولا عصر ولا يختص بهجين فالذي يهجر الفواحش ما ظهر منها وموطن المهاجر في سبيل الله والذي يعتزر الشر والفساد يعتبر مهاجر في سبيل الله والذي وإن لم يغادر بيته والذي يهاجر ليلحق بالصالحين المؤمنين فهو مهاجر في سبيل الله والذي يهاجر لطلب العلم والتماس الرزق فيعتبر بذلك مهاجر في سبيل الله والذي يهاجر من دار حرب لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر دينه أو شعائر الإسلام فهو مهاجر في سبيل الله ويؤيد ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الهجرة قال أن تهجر السوء قيل يا رسول الله فأي الهجرة أفضل قال الجهاد في سبيل الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن في حديثه الذي رواه البخاري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فما أحوج المسلمين اليوم في زماننا أن يتذكروا ماضيهم المشرق وأن يستحضروا صفحات المجد والخلود من تاريخ أمتهم وأن يخدوا ويستلهموا من الهجرة الضروس والعضاة والعبر ومقومات العزة والحرية لكي يكون حاضر الأمة الإسلامية متصل بماضيها أحبابي الكرام أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم